لليوم الثاني على التواني تستمر عمليات الدهم والتفتيش في أخطر منطقة تنشط فيها إصابات الجريمة المنظمة حيث البساتين والمنازل المهجورة في ناحية أبي صيدة العملية انطلقت من محاورة ثلاث وبمشاركة كافة القطاعات الأمنية بحثا عن مطلوبين صدرت مؤخرا بحقهم أوامر قبض وفق مواد مختلفة لحد الآن عثرنا على مجموعة من المواد التي تعود للمطلوبين وفق مواد إجرامية مختلفة مثل المادة 406 أسلحة وأجهزة اتصال يمكن الاستفادة من عدها في تعقب هؤلاء عبارة عن بساتين متجرة نقوم من خلالها بعمليات تفتيش ودهم مفاجئة لغرض القاء القبض على هؤلاء مصادرة كميات من الأسلحة وأجهزة اتصالات تابعة للعصابات نتائج هذه العملية قائد شرطة ديالة أكد استمرار عمليات الدهم والتفتيش بحثا عن المطلوبين دون استثناء أي شخص تسبب بوصول الناحية إلى ما هي عليها الآن مشددا بملاحقتهم في جميع مناطق ديالة وتفيد معلومات عن هروبهم لأماكن أخرى الغرض منعتها الحد من حركة مجاميع العصابات المنظمة التي تقوم بعمليات في بعض الأحيان في هذه المناطق العملية شملت بساتين منطقة ذيابة بالإضافة إلى بساتين منطقة السيارات أوامر قبض والتحري صادرة بحق مجموعة من هؤلاء لأسماء معروفة لدينا معلومات استخبارية دقيقة تأتي من خلال التنسيق بين الأجهزة والوكالات الأمنية والاستخبارية وتستمر قيادة الشرطة من خلال عملياتها المفاجئة على أوكار الإصابات في أغلب مناطق ديالة سعيا منها لبسط الأمن في مناطق يحلم سكانها باستقرار أمني طال انتظاره علي إبراهيم قناة دجلة ديالة